أفاد مرسلنا نقلاً عن مصدر في قيادة عمليات الأنبار بأن تنظيم الدولة الإسلامية قام بسحب أغلب مسلحيه في الرمادي باتجاهين الأول نحو قضاء حديثة ومنطقة الخامسة وثلاثين غربي المدينة فيما توجه القسم الآخر إلى جزيرة الخالدية نحو الجزء الشرقي منها وأضاف أن التنظيم اعتزم شن هجوم كبير على جزيرة الخالدية بعد انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات نتيجة إغلاق التنظيم بوابات سد الرمادي قبل يومين